وقد صدر عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بيان فيما يلي نصه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون تنعى قوة دفاع البحرين عددا من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس وتتقدم بخالص العزاء والمواساء إلى عائلات الشهداء الأبطال سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم في سيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأنه لله وأنه إليه يراجعون وأن يمنى الله تعالى بالشفاء العاجل للجرح والمصابين حيث سشد ضابط وفرد وأصيب عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تاديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وجرى ذلك العمل العدائي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم توقف العمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن هذا وقد تم أرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرح والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن وتتقدمها القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواسى إلى عائلات الشهداء الأبطال سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم دويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون وأن يمنى الله تعالى بالشفاء العاجل للجرح والمصابين ترجمة نانسي قنقر ونفاحهم الطاهرة فداء للأمة ودفاعا عن عروبتها أبطالنا البواسل ستظل بطولاتهم محفورة في ذاكرة الوطن وخالدة في الوجدان أوسمة عز وكرامة وستبقى سيرهم نماذج فخر في حب الوطن وتلبية نداء الواجب حيث مقتضى ذلك ورغم الفقد الكبير ستبقى مملكة البحرين تبذل الجهود الكبيرة والنوعية من أجل نصرة الحق والدفاع عن الشرعية والعدالة وها هي تجود بأثمن وأغلى ما تملك وهو أرواح الشهداء الأبرار من أبنائها المخلصين فنالت بذلك أعظم الشرف والتقدير في مساندة الحق والعدل وسيذكر التاريخ على مر عصوره الدور البارز والتضحيات الغالية من أبناء الوطن وسيسجل الزمن وأسماء هؤلاء الأبطال الشهداء بحروف من ذهب رحم الله شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته وحفظ جنودنا البواسل